اشتركوا في القناة ونتعرف مع بعض يعني ايه تعطيق وايه هي بعض الطرق اللي هنفزها النهاردة في التعطيق هنحتاج معنا لسبري اسود او بوني غامئ وهنحتاج لقلم رصاص وتصميم بسيط او ممكن ترسموا بايدكم مباشرة هنحتاج لمصدر اللهب الولاعة قطعة من النحاس هنحتاج للسلك الخاص به الغسل الاطباق اللي هو الليف هنحتاج لقطعة معدنية ومعانا عمل تاني جاهز كان عمله احد زملائكم علشان هننفز عليه طريقة من طرق التعطيق ومعانا طبعا ورنيش الورنيش اللي هو السايل او لو عندوك الورنيش اللي هو الشفاف اللي زي البخاخ بس هو شفاف برضو يصلح ومعانا ايه مسدس شمع هلا ادوات دي كلها هي للازمة للتعطيق او هنستخدمها في عمل واحد لا احنا مش هنعمل عمل واحد احنا نعمل عملين كل عمل منهم بطريقة معينة للتعطيق من طرق التعطيق هي طريقة التلوين بالتسخين هي طريقة التلوين بالتسخين ويعتمد فيها التعطيق على شدة الحرارة طبعا هي الحرارة اللي معانا مش قوية جدا لكن برضو هيكون ان شاء الله لها تأثير زي ما هنشوف مع بعض دلوقت فانا بسبت تحتها النار بحيث ايه ان اللون هيبدأ يتغير لو النار قوية طبعا بيكون افضل كل ما كانت النار اقوى كل ما كان التعطيق بيبان اكتر ودرجات اللون بتبان وبتدرج من اللون الغامق الاحمر الغامق الى درجات اغمى وهكذا في الطريقة دي بيفضل نحن نعمل عملية التسخين الاول لكن اللي عايزين نتعرف عليه ايه هو معنى التعطيق ايه هو معنى التعطيق التعطيق هو تغيير لون المعدن الى اللون البرونزي الغامق زي النحاسات العطيقة اللي بنشوفها بتكون ايه لها مدة طويلة جدا بيظهر فيها الكلام ده بوضوح والتعطيق دوت يعني الفنانين توجهوا ليه لما لقوا ان التعطيق بيحدث من خلال ترك المعدن في العوامل الطبيعية المدة كبيرة فلقوا ان الموضوع شكله جميل وبيخدم العمل فحبوا ينفزوه فبدلا من هم ينتظرهم لحد ما ايه ما الفترة او العوامل الطبيعية هي اللي تبدأ تأكسد العمل لا هم بدأوا ينفزوه بطرق كتير زي ما احنا بنتكلم عنها كده فاصبحت التأثيرات الجمالية دي القديمة فاصبحت الاكساد دي بتيعطي ايه تأثيرات زي ما قلنا جمالية قديمة او عطيقة ومن هنا تمت التسمية بالتعتيق ان شاء الله برضو هوريكم قطعة تانية من النحاس على مصدر لهب قوي ان شاء الله برضو هوريكم قطعة تانية من النحاس ايه هنعمل لها اكسادة عن طريق التسخين تحت لهب قوي علشان برضو نشوف الفرق مع بعض باذن الله بعد ما بيرد النحاس هوريكم هوا التعتيق بقى شكله عامل ازاي طبعا ده كان السطح اما ده الجزء هواة اللي حصل فيه التعتيق بعد ما مسحناه بمنديل كده علشان نشيل منه الايه الاجزاء اللي كانت طالعة من نتيجة النار ده اظهر عند هواة الايه التعتيق وظهر الالوان اللي حاب نتكلم عليها والتدخلات اللونية هي والاكسادة ظهرت بشكل جميل ايه هنبدأ بعد الوقت نطبع على سطح النحاس التصميم بتاعنا وهنعمل وردة بسيطة كده حتى يعني احنا ممكن ايه نعدلها على حسب المساحة اللي موجودة هندغط كده ولازم يكون تحت النحاس سطح لين علشان يطبع بسهولة التصميم خلص انتهينا من طبعة التصميم واصبح معنا هواة واضح بالشكل ده وهنبدأ بقى نشتعل عليه عادي بالادوات بتاعتنا من الخلف من هنا علشان نخليه يعلى من فوق زي اي مشروع او زي اي عمل بعملنا قبل جده بالنحاس اظن واضحة الفكرة الاجزاء اللي هي فيها الالوان والاجزاء الغمقى والاكسادة اللي حصلت في النحاس وبنكمل تقبيب عادي ودي كانت الطريقة الاولى من طرق تعتيق المعادن اللي نفزناه دي نور طبعا شديدة شايفين شايفين اللي حصل اظن كلنا شايفين الوضع ازاي اختلف تماما لما حطناه على النار اللي هي القوية وسبناه مدة اطول مع الزيت بخلاف الولاعة اللي احنا عملناها هنا ودرجاتها اللي ورده طلعت وعمل التعتيق بس صغير ده الدرجات اللونية بين اكتر والغامق والفاتح والتدخلات والاندماجات بين بشكل اكبر واكتر خلاص فده شكل ورده من اشكال التعتيق تعالوا نشوف بقى الطريقة التانية هننفزها ازاي الطريقة التانية يا حبيبي هي التعتيق باستخدام الاسبري او البخاخ وهنبدأ هنا نقلب العمل بتاعنا ونعبيه بالايه بمسدس الشمع في الاماكن اللي هي الاماكن اللي هي مستوها كان نازل اللي هي الاماكن الغائرة علشان بعد كده لما ابدأ اضغط عليها اثناء تنفيذ عملية التعتيق تتحمل الضغط عليها طريقة التعتيق طبعا بتكون افضل وبتكون بيعني تأثيرها بيبان اقوى في المعادن اللي هي المزخرفة ايه بالبارز والغائر زي العمل اللي قدامنا دوت فيه اجزاء برزة واجزاء غائرة لكن لو كان اجزاء بس يعني ملساء او مفيش فيه اجزاء برزة وغائرة مش هيظهر كويس فيه التعتيق وهنبدأ نغطي سطح العمل كامل باللون الاسود او البني حسب المتاح عندنا وبعد كده هنسيبه ايه لحد ما ينشف خالص يجيش بتماما دلوقتي يا حبيبي احنا بعد ما الاسبرين ينشف خلاص وجاف هنبدأ ايه نمسك السلك دوت اللي هو اللي في الحصة بالأطباق المواعين ونبدأ كل منزيل الجزء اللي هو هنا كل منزيل كده يبدأ ايه يظهر معنا اللون بيتشال من على الاجزاء العالية وطبعا موضوع التعتيق ياما بيكون للاجزاء التصميم نفسها اللي هي العالية او الاجزاء اللي حوالين الايه التصميم زي ما احنا سايفين طبعا ان السلك هنا بيعمل على ازالة اللون من الاجزاء اللي هي الايه العالية فبيحصل التعتيق وبنشوف التأثيرات الجمالية اللي قدامنا دي من خلال ازالة الايه السلك للون وزي ما اتفقنا وقلنا ان الاجزاء العالية والاجزاء المنخفضة هي اللي بتعمل التأثير الكويس للتعتيق بكده طبعا اتحولت اللوحة من لوحة عادية زي ما احنا شايفينها قدامنا دلوقت كانت في البداية لوحة عادية الى لوحة ايه الى لوحة قديمة عتيقة اطفت عليها اثر جمالي كبير وزايدتها قيمة فنية كبيرة ده هو فارج التعتيق احبابي وشايفين قد ان هو سهل تأثيراته جميلة ازاي عايز اقولك طبعا ان الشيء اللي دايما بيبقى مرة عليه مدة او بنحس ان هو مرة عليه مدة وبيكون تحس ان هو قديم وطبعا فيه زي الوان كده بزاد في المعادن يعني في اللوحات المعدنية تحس ان لونها غير كده تحس ان احنا بنختاني شيء له قيمة ولو ثمن يعني تحس ان قيمته تبقى ثمينة اكتر وتحس فيه بالفخامة يعني دايما لو عندنا علبة فضة قديمة لو عندنا اي لوحة معدنية بتحس عليها بالقدم دوت او بتحس عليها بالتعتيق اللي هو بيكون مرة عليها زمن كبير تحس فيها ان هي لوحة فخمة لها كيانها لها وزنها فهو ده طبعا يا احبابي فايدة الايه التعتيق اللي احنا بنعمله بدل ما نستنى ان العوامل الطبعية هي اللي تأثر فيه المعدن وتاخد وقت طويل يمر عليه فاحنا بنعملها بادينا علشان نحصل على نفس التأثيرات ونفس الاحساس القيم دوت والفخم دوت بس ايه في وقت ايه على طول سريع قدي ايه شايفين هوة اللوحة شكلها تغير جدا بقى شكلها افضل واجمل وتحسوا فعلا فيها بالقدم والاصالة طبعا بعد كده بعد ما نمسحناها ونضفناها كويس جدا هنبدأ بقى نديها طبقة ايه طبقة الورنيش الورنيش اللي هو اللامع اللي هيخليها تلمع ويحافظ عليها بشكلها دوت دي الوقت نبدأ مرحلة الورنيش زي ما قلت لكم لو عندكم اللي هو البخاخ يكون اسهل واسرع تفرق طبعا الورنيش بيدله لامع وبيخلي لونه يظهر اكتر بيحافظ عليه هنسيب طبعا اللوحة شوية لحد ما الورنيش جف وبكده يبقى احنا يا ابناء وبنات الاعزاء وصلنا لنهاية درسنا اليوم وهو تعتيق المعادن اتمنى ان شاء الله ان يكون الدرس عجبكم تكونوا استفدتم منه والى لقاء جديد بكم في فيديو تعليم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة